خلينا أقول لحضراتكم طبعاً أنه كان فيه مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش يتكلم فيه على رؤيته للبطولة وعلى الأهداف اللي بيحاول منتخب مصر مع كارلوس كيروش أنه هو يحققها وكان فيه طبعاً كلمة لكابت المتخب عمر السلية نقطتين مهمين جداً يتكلم فيهم الراجل قال إحنا جينا بعد توقف المسابقة المحلية مباشرةً وأتمينا استعدادنا للبطولة دي اللي بنشوفها تجربة مهمة واحتكاق قوي جداً للوصول للمرحلة المهمة وهي طبعاً الراجل ما فيش حاجة شغلة تفكيره غير تصفيات كاس العالم كلم أنه ما فيش حاجة اسمها في مصر لعبين محليين ولعبين محترفين كل لعيبة منتخب مصر لعيبة محترفة اتكلم على أنه عارف طبعاً منتخب لبنان كويس لأنه وجهه أكتر من مناسبة فأكتر من مناسبة لما كان بيدرب منتخب إيران وبالتالي ما تكلمش في تفاصيل وقال مش هذكر تفاصيل لكن أنا قريت أو وصلت الحقيقة رؤية كاملة عن منتخب لبنان لعيبة المنتخب الوطني اللعيبة كلها عملت المسحة طبعاً منكم عليهم طبعاً خلينا نقول أنه المطشط مستوى تدريج يعني بكرة إن شاء الله هنبتدي أول مطشطنا مع لبنان الساعة 3 بتوقيت القاهرة السبت إن شاء الله نلعب مع السودان الساعة 6 بتوقيت القاهرة وآخر مواجهتنا وهي المواجهة الأقوى الحقيقة هتجمعنا بمنتخب الجزائر نتمنى إن شاء الله ولعبتنا قادرة حتى لو محترفين اللي بيعابوا بره مصر مش موجودين لعيبة قادرة تقدم عرض قوي وتستغل الفرصة وبالتأكيد طبعاً إحنا عندنا دعم جماهيري كبير جداً يا مطاق عمدش بكرة إن شاء الله جماهير مصرية وإحنا شفنا دمع الأهلي المصري قبل كده في مناسبتين مناسبة المشاركة في كاس عالم أندية ومناسبة كاس سوبر إفريقيا اللي جماعنا بنهضة بركان فبالتالي إن شاء الله بكرة كمان الجماهير المصرية تكون مالية ملعب المباراة طيب عندنا كمان زي ما قلت لحضراتكم أفكركم بالمجموعات عندنا مجموعة أولى قطر والعراق وعمان والبحرين ودي المطشطهم هتتعب النهاردة المجموعة التانية فيها تونس الإمارات سوريا وموريتانيا المجموعة التالتة بتضم المغرب والسعودية والأردن وفلسطين والمجموعة الرابعة اللي فيها منتخب مصر جزائر ومصر ولبنان والسودان البطولة الحقيقة هتعتبر الأكبر في تاريخ البطولات العربية يعني مشاركة طبعا 16 منتخب عربي إقامة البطولة على نفس الملاعب اللي هتصطديف مطشط كاس العالم رعاية الفيفا أول مرة كاس العرب بيدخل تحت رعاية وتنظيم لتحاد الدولة الكرة القدم كل ده بيدي أهمية وبيدي ثقل طبعا التوقيت عليه كلام كتير يعني فكرة أنك أنت تلعب البطولة دلوقتي أعتقد التوقيت غير موفق على الإطلاق وإذا إن شاء الله فيه نية يعني ما تبقاش الفكرة بس أن الفيفا بيتبنى أو بيرعى البطولة دي عشان يدي قطر فرصة أنها تجرب ملاعبها وتجرب اللوجستكس عندها وتجرب الوسائل الاتصال والإقامة وكل تجربة مصغرة يعني الكاس العالم لو تمت بعد كده البطولة أعتقد أنه يجب على اتحادات العربية التنصيق فيما بينها عشان نوصل لمعاد يسمح أن تكون البطولة تظهر بشكل أقوى البطولة مهمة ما فيش شك ومفيدة لكل المنتخبات اللي بتشارك فيها وخصوصا المنتخبات اللي على أعتاب المشاركة في المراحل الأخيرة لتصفيات كاس العالم توقعاتي من المجموعة الأولى قطر والعراق هما الأقرب المجموعة الثانية تونس والإمارات هما الأقرب المجموعة الثالثة المغرب والسعودية ده ما فيش شك فيه والمجموعة الرابعة الجزائر ومصر دول المنتظر أنه هما يتأهلوا وكل شيء وارد في كرة القدم لازم نحط الجملة دي بين قصين وتعلمنا الحقيقة من تجارب كتير جدا أنه كرة القدم بالذات هي الرياضة الوحيدة اللي مفهاش لعبة بالأسماء ولا بالتاريخ ولا بالإمكانيات كل شيء وارد فيه 90 ديئة هي عمره ببارات كرة القدم طيب خليني أقول لحضراتكم أنه يمكن زي ما قلت حاكم البرتغالي كارلوس كيروش تكلم على ده وعمر السولاية تكلم نهاردة كمان في مؤتمر الصحة في نيابة عن لعيبة مصر اللي يبدو كده من كلام عمر تحس أنه عايز يوصل للناس أنه إحنا قادرين نعمل حاجة الراجل تكلم نهاردة على حتى اللعيبة الجديدة اللي انضمت لتشكيل المنتخب وقال إن إحنا موجودين هنا عشان نوصل لأبعد مدى في البطولة الفكرة مش فكرة احتكاك فقط لا غير لا إحنا جايين وعندنا حيل مهدف يهمنا إن إحنا نحقق وتعالوا نسمع عمر السولاية قال إيه في المؤتمر الصحفي وارجع لحضراتكم على طول البطولة طبعا يعني يعتبر التجربة كويسة قبل بطولة أمم أفريقيا هتبقى يعني مباريات كويسة لنا كمنتخب مصر إن إحنا نعد نفسنا كويس للبطولة جايين طبعا إن شاء الله وعندنا طموح واللعيبة كلها مركزة إن إحنا إن شاء الله نوصل لأبعد مدى في البطولة ونرجع بالبطولة إن شاء الله اللعيبة كلها في مجموعة لعيبة جديدة موجودين إن شاء الله يبقى لهم دور ويكونوا موجودين مع منتخب مصر إن شاء الله نقدر نحق اللي احنا عايزينه من بداية مباراة بكرة إن شاء الله اللعيبة اللي موجودة في أوروبا طبعا أسماء كبيرة ويعني مش محتاجين إحنا نتكلم عليهم وعلى تأثيرهم مع منتخب مصر كنا نتمنى طبعا أن هم يكونوا موجودين بس يعني المجموعة اللي موجودة من اللعيبة مجموعة لعيبة كويسة عندهم طموح عايزين يحققوا حاجة مع منتخب مصر عايزين نثبتوا نفسهم فدي فرصة كويسة لهم والمجموعة كلها إن احنا نعمل حاجة في البطولة زي ما قلت لك اللعيبة كلها مركزة وعندنا هدف واحد إن احنا إن شاء الله نرجع بالبطولة هي الحقيقة المكسب الحقيقة من البطولة دي هي كلمة الروح اللي بيكلم عليها عمر الصلاية الروح اللي يمكن ما عندناش شك في إمكانيات لعبتنا يعني أنا الحقيقة بشوف إنه جيل ده يقدر يروح بينا لبعيد يروح بينا لبعيد في كاس أمم أفريقيا ويروح بينا لبعيد في كاس العالم إمكانياتهم بتقول كده مشوارهم بيقول كده عندنا فرق محلية وأهمهم طبعا الأهل اللي بيمثل قوام رئيسي المنتخب مصر اللعيبة تعودت على منصات التتويج وبتدخل كل بطولة هدفها مركز أول ولا شيء آخر يعني مركز تاني بالنسبة لهم هو العدم سواء عندنا العيمة محترفين بره على أعلى مستوى أحمد حجازي محمد صلاح محمد النني تريزيجين شاء الله لما يرجع فرميته يكون جاهز أحمد ياسر ريان مصطفى محمد والتشكيلة دي تخلي منتخب مصر دايما يخش أي بطولة ينافس الحاجة الوحيدة اللي أنا أتمنى أنها تظهر في البطولة دي هي الروح وهنا أتكلم على الوجوه الجديدة أو الأسماء الجديدة اللي انضمت أو اللي اختارها كيروش عشان يكون تكون مشاركة مع منتخب مصر في البطولة دي أنا بتهيلي أن الأسماء دي عندهم دوافع وحوافز كبيرة جدا يأكدوا على أحقيتهم وجدرتهم بأن هم يكونوا موجودين مع منتخب مصر حتى مع عودة المحترفين اللي بيلعبوا بره أو الأسماء اللي تم استبعادها لأي سبب من الأسباب في الفترة الأخيرة ماتشاطنا الحقيقة في البطولة دي تسمح لنا كمان بالتدريج كده نحن نوصل لأعلى فورمة وإن شاء الله لما نكون مع التمانية الكبار يبقى عندنا القدرة على حسب طبعا المنتخب اللي هنواجهه نحن إن شاء الله نروح لأبعد مدى في البطولة كل التوفيق لمنتخب مصر بكرة إن شاء الله هنتابع مع حضراتكم وحلقة بكرة في العالم يمكن هنركز بشكل كبير جدا على البطولة العربية أو كاس العرب وهنتكلم طبعا على مشوار المنتخب المصري فيها والأهداف اللي إن شاء الله نقدر نحقها من خلال المشاركة